ووقع هذا لعبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول طلقت امرأتي ويحائض فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أراجعها أمر أن أراجعها ثم تبقى عندي حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يقال إن شئت فأمسك وإن شئت فطلق يعني إذا طلق الرجل امرأته ويحائض دعنا نقول الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية يؤمر إجبارا يأمره القاضي يقول يجب عليك أنك ترجعه إلا هذا إثم ثاني الإثم الأول إيش هو طلقه ويحائض الإثم الثاني إذا لم يراجعها فلو طلق الرجل امرأته ويحائض يجب عليه أن يراجعها يقول لها أرجعتك إلى دمتي ثم ينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر بعدين يبي يطلق خليه يطلق لا يطلقه ويحائض لماذا؟ لأنه راح يطول عليها المدة لأن المرأة عدتها واللائي يا إسلم المحيض من النساكين ارتبتم فعدتهن ثلاثة تؤشروا واللائي لم يحض طيب والمطلقات ستربصن من فسن ثلاثة طرق عدتها ثلاث طرق ثلاث حيضات فلما يطلق ويحائض سواها أربع حيضات فيكون أضر بها ولا لا؟ أضر بها أضر بها طول عليها المدة طول عليها مدة العدة فآذاها بهذا فيؤمر بمراجعتها ثم إن شاء أمسك وإن شاء أطلق بعد أن تطهر من حيضها فيحرم على الرجل أن يطلق بمراجعتها وهي حائض إذا كان الطلق أو الطلقة الثانية يجب عليها أن يراجعها أما إذا كانت الطلقة الثالثة فهذه المسألة تنبني على مسألة ثانية هل يقع طلاق الحائض أو لا يقع طلاق الحائض وإن شاء الله نتكلم عنه في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى لكن الشاهدة من هذا أن طلاق الحائض محرم